اشتركوا في القناة المركبات الشبابية وتأتي بمصابيح توفر اضاءة ممتازة جدا ليلا ونهارا وفي مختلف ظروف الطقس ولم تغب روح التطور عن قمرة هذه السيارة ايضا اذ جهزت باحدث انظمة ميلتي ميديا وانظمة لتدفئة وتبريد المقاعد وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية اساسية قادرة على الاتصال لاسلكيا بالاجهزة والهواتف الذكية واتت بشاشة اخرى امام السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية وزودت هيون داي مركبتها بنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات وانظمة تعليق متطورة تمكنها من الاجتياز الطرق الوعرة وحساسات للضوء والمطر وحساسات للمسافات وكاميرا امامية وخلفية ونظام لتشغيل المحرك عن بعد وستعمل نماذج كاسبر بمحركات بنزين اقتصادية بساعة 1 لتر يولد قوة 76 حصان والمحرك الثاني من نوع تي جي دي اي بساعة 1 لتر يولد قوة 100 حصان متصل مع علبة صرعات اوتوماتيكية باربعة مراحل اما اسعارها في الاسواق العالمية فستبدأ من 11400 دولار اي ما يعادل 160 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية واللي يبغي تأكد من السعر ومواصفات السيارة ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام